يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هي ومي بنكون معاكم كل يوم اتنين وخميس من الساعة واحدة لساعة اتنين ونص مساء بساعدنا دايماً متابعتكم لينا عيد الطفولة بيتم الاحتفال بعيد الطفولة كل عشرين نوفمبر من كل عام يوم عشرين نوفمبر من كل عام ده في بلدان مختلفة والحالي في بعض البلدان غيرت التاريخ ده ولكن بحسب توصية الامر المتحدة هم مفروض ان احنا بيتم الاحتفال بيوم عشرين نوفمبر وده طبعاً اللي تم الاعلان فيه عن حقوق الطفل نروح نتكلم في مصر عن عيد الطفولة عيد الطفولة في مصر بيتم فيه او بيتم الاحتفال بيوم عشرين نوفمبر من كل عام وطبعاً الحكومة حدثت على سن القوانين الخاصة بالعنف ضد الطفل هيكون معنا يوم الخميس الجاي فكرة مهمة جداً ومخصصة لحقوق الطفل هنتكلم فيها بشكل تفصيلي عن عيد الطفولة او يوم الطفولة وعن حقوق الطفل طبعاً بشكل تفصيلي موضوع مهم جداً تابعونا يعني احنا مخصصين يوم الخميس الجاي ان شاء الله يكون معانا فكرة مميزة جداً جداً ونتكلم فيها بشكل تفصيلي طبعاً عن حقوق الطفل خلينا اقول حضراتكم فقراتنا النهاردة هنتكلم بشكل تفصيلي طبعاً في بداية فكرتنا النهاردة فكرة مهمة جداً الحقيقة كتير من السيدات والبنات بيهتموا بحاجات كتير جداً إلا إنهم بينسوا حاجة مهمة جداً زي ما احنا بنهتم بشعرنا اللي هو يعتبر تاك كل امرأة لازم كمان نهتم ببشرتنا ناس كتير بتتناسى أو سيدات كتير بتتناسى تهتم ببشرتها والحقيقة إن البشرة المرتاحة يعني دي بتكون عنوان لعمر المرأة أو عنوان لصحبتها إزاي نقدر نهتم ببشرتنا فكرة كمان التجعيد اللي بتعاني منها الكثير من السيدات إزاي نقدر نعالج ده وأسباب التجعيد دي ده اللي هنعرفه النهاردة من دفن الله هنورنا بشكل تفصيلي النهاردة دكتور حامد عبدالله استشار الأمراض الجلدية والتناسلية طبعاً هنتكلم مع دكتور حامد بشكل تفصيلي عن كل ما يخص البشرة من تجعيد وإزاي نقدر نهتم بيها دي فكرتنا الأولى فكرتنا التانية طبعاً الركن المميز من برنامجنا وهو ركن المطبخ هتكون معنا النهاردة مادام ميرفاة فؤاد كاترين جيشيف هنعمل معها أكلات مميزة جداً كالعادة خلونا بس نخرج لفاصل في البداية مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فكراتنا مع دكتور حامد خليكم معي